بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتلي مع بعض الجزء التاسع من الفصل الرابع لمكرر هندسة البرمجيات في الجزء له يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه Domain Requirements أو متطلبات النطاق نشوف مع بعض بنقول يا جماعة Domain Requirements أو متطلبات النطاق يعني إيه Domain Requirements يعني بنقول أن النطاق الذي يعمل فيه النظام يعني النظام بيعمل في النطاق قد إيه طيب إيه مواصفات هذا النطاق يعني البيئة اللي حواليه اللي بيعمل فيها هل هي مؤسرة أي وأكيد مؤسرة طيب هل هتؤثر على عمل النظام آه طبعا لازم تؤثر على عمل النظام طيب وإيه كمان يا جماعة وكمان النطاق اللي هو بيشتغل فيه النطاق عمله لابد كمان إن إحنا نحدد الظروف التي يشتغل فيها النظام يعني يعني يشتغل إزاي معايا جماعة جميل فإذا النطاق العمل ده مهم جدا عشان كده إحنا بنقول لو إحنا موصفناش النطاق ده توصيف جيد ممكن يؤدي إلى فشل النظام انتفقنا؟ جميل طيب تعالوا ناخد مثال مع بعض بقولك مثلا لو إنت بتعمل برنامج train control system يعني إيه نظام يتحكم فيه سير القطارات تمام؟ بيقولك خلي بالك من العوامر المؤسرة في النظام دوت اللي هي إيه بقى؟ اللي هي البريكينج اللي هي الفرامل مش كده؟ بقولك إن مواصفات الفرملة أو فرامل القطر دوت ممكن تتأثر بتغيير المناخ وتغيير الوذر والكونديشنز وذر إذن في الحالة دي يا جماعة لازم أخدها في الحزبان هي البريكينج كاركتوريستيكس خلي بالك البريكينج الكاركتوريستيكس ديت مش موجودة في النظام اللي انت بتنشؤه لكن انت لازم تاخد حسابك منه ولازم تعمل حسابك وانت بتعمل النظام train control system إنك تاخدها في الهتبار في الحالة دي يا جماعة بنقول بقى إن احنا خدنا الدومين معنا نطاق العمل معنا معا يا جماعة؟ وخلي بالك لازم انت ممكن تقولي طب ممكن أحمل لما فيش مشكلة أحملها لا ما تحملهاش لأن ممكن تؤدي إلى فشل السيستم اللي انت بتعمله تمام يا جماعة؟ جميل جدا طيب إذن من الممكن نقول بقى مع بعض بقى إن الدومين requirements واضح إن هي مهمة صح ولا لا؟ فعشان كده احنا ممكن نعتبرها إن هي ممكن ممكن new functional requirements يعني متطلبات فأيه؟ وظيفية جديدة لكن طبعا بتخضع الوشروط تمام؟ وشروط بناءنا على النطاق اللي بيشتغل في النظام اللي انت بتصنم جميل جميل طيب نقول بقى مع بعض بقى if domain requirements لو الدومين requirements لما تحققتش are not satisfied وما كانتش مرضية the system may be unworkable يعني ممكن النظام بتاعت يؤدي لإيه إنه ما يشتغلش أصلا كويس طيب نكمل كلامنا مع بعض إيه هالمشاكل اللي ممكن تقابل الدومين requirements بولك في مشكلتين أساسياتين إيه هما understandability يعني إنك يكون مفهوم يعني ممكن يكون النظام أو النطاق اللي انت بتعمل في النظام يكون النطاق مش مفهوم مش قادر تفهمه وما يكونش واضح معاي؟ وما يكونش واضح بالنسبة اللي إيه بيطور وبيصمم النظام ده شيء مشكلة تمام؟ نقول مع بعض بقى كده إن requirements are exibrated in language of the application domain يعني إحنا بيتم التعبير عنها بلغة تكون هي لغة النطاق اللي إيه لازي يعمل فيه اللي إيه النظام لغة تكون متعرفة عليها زي ما إحنا قلنا دلوقتي كده قلنا بريكنج الفرامل معروفة للناس اللي شغالين في في الترين القطر مش كده؟ اه طيب ونقول إيه كمان ونقول خلي بالك بقى في بعض الأحيان ما بتبقاش مفهومة للإنجينيرز اللي إيه اللي بيصمموا من النظام إذن this is often need understood by a software engineers developing the system جميل رقم اتنين بقى وإحنا قلنا الأول مشكلة لأنظر understandability تعالنا نمسك رقم اتنين indirectness indirectness اللي معناها إيه إنه ما يكونش مباشرة ليست مباشرة ليست واضحة النطاق اللي انت بتصمم في النظام مش واضح ما انتش عارفه تمام؟ دي برضو مشكلة تانية domain specialists الناس اللي هما ايه متخصصين في النطاق أو الطار العمل اللي بيشتغل في النظام understand the area so well is that they don't think of making the domain requirements except list يعني الناس اللي بيشتغلوا في النظام واللي بيشتغلوا فعلا في الكطارات وفي محطة الأطر وكده عارفين الدومين كويس قوي لكن هم ساعات ما بيشرحوش شرحوا تبصيل للك وانت أثناء ما بتعمل ايه ما بتعمل النظام أثناء ما انت بتطوره أثناء ما انت بتصممه تمام؟ آه دي مهمة جدا يبقى فيه مشكلتين انه بساعات مبقاش مفهوم صح؟ النطاق وكمان مبقاش واضح أوكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته